إني لأعجب ممن يقرأ القرآن ولا يفهم معانيه كيف يتلذذ بقراءته و أنا أقرأ في سورة المعارج الآن توقفت عند قول الله تعالى كلا إنها لضا نزاعة للشواء ما معنى نزاعة للشواء؟ ما هو الشواء؟ كلمة غريبة اليوم نحن نستخدم كلمة الشواء ربما نستخدم كلمة يشوي و قد وردت في القرآن الكريم و إن يستغيث يغاث بماء كالمهلي يشوي الوجوه يشويها يعني يحرق أحراقا شديدا و يسقطها عن العظام فيسلخها لكن هنا في قوله كلا إنها لضا نزاعة للشواء قال المفسرون الشواء هو جلدة الرأس من شدة حرارة تنسلخ و قال بعض المفسرين الأطراف اليدين و الرجلين و الجلد و منه جلدة الرأس كلها يقال لها الشواء فإذن معناها نزاعة للشواء نزاعة لجلد الإنسان لجلدة رأسه لمفاصله و أطرافه من شدة حره و منه قول العرب رماه فأشواه يعني رماه و لكنه أصابه في غير مقتل أصابه في الأطراف أصابه في اليد أصابه في الرجل أصابه فأشواه و لعل والله أعلم من معاني هذه الكلمة الكلمة التي نستخدمها اليوم في اللغة الدارجة عندما نسأل عن صحة الإنسان فإذا به قد تحسن فنقول الحمد لله اليوم أشواه أشواه أنها ما جاك كذا أشواه فكأنه والله أعلم يعني من معنى أخف و إن كان في بيت للفرزدق مشهور يقول لساني أشوى وقعة أو لساني أشوى وقعة من سنانية أو نحو هذا فإذن الشوى المقصود بها هنا الأطراف جلدة الرأس اليدين الرجلين الجلد فقوله سبحانه وتعالى نزاعة للشوى أي نزاعة لكل هذه الأطراف من شدة حرها و لذلك لاحظوا هنا في كتاب المختصر في التفسير فسرت بقوله قال نزاعة للشوى أي تفصل جلدة الرأس فصلا شديدا من شدة حرها واشتعالها و هذا هو قول من ضمن الأقوال أن المقصود بالشوى هي جلدة الرأس و الصحيح أنها أعمى من ذلك هي جلدة الرأس هي الأطراف هي المفاصل فنسأل الله سبحانه وتعالى يعيدنا و إياكم من جهنم و من شدة حرها الآن لما تقرأ كلا إنها لضا نزاعة للشوى تستحضر كل هذه المعاني جلدة الرأس و الأطراف و الجلد حتى تفهم الآية فهما صحيحا وفقكم الله ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر